بعد أن شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية على عكس باقي مناطق العراق تبدو تجربة كردستان العراق اليوم على المحك بحسب مجلة إيكونوميست البريطانية وتقول المجلة إن محافظات شمالي العراق تعاني اليوم وسط كم من الأزمات محملة للأحزاب الكردية الحاكمة مسؤولية ما جرى بسبب صراعاتها المستمرة والتي فسحت المجال أمام أحزاب السلطة في بغداد لفرض أجندتها وتنقل إيكونوميست عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الخلافات بين الأحزاب الكردية اشتدت في الآونة الأخيرة لاسيما بعد انتقال السلطة إلى الأبناء حيث يتقاتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الموارد المتضائلة وغالباً ما يصوت ممثلوهم ضد بعضهم في مجلس الوزراء والبرلمان ببغداد وأوضحت المجلة أنه على الرغم من إلحاح الغرب يرفض الطرفان توحيد قواتهم المنفصلة المعروفة لكل الجانبين باسم بيشمرقة لتعود عمليات اغتيال كوادر الحزبين بينما انتهت الجلسة الأخيرة للبرلمان الكردي بشجار علني ومع تنام استياء الأكراد من الاقتتال الداخلي ترتفع وطيرة القمع حيث أجلت الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها العام الماضي حتى شباط من عام 2024 على أقرب تقدير كما قيدت حرية الإعلام مفتل الإيكونوميست التي تضيف أن الحكومة في بغداد تستغل هذا التنافس لمصالح أحزابها خاصة بعد قرار إيقاف تصدير النفط الذي فاقم الأمور لحد يمكن أن يغري الاتحاد الكردستاني في السليمانية بالانفصال عن سلطات أربيل مجلة الإيكونوميست أشارت أيضا إلى أن الميليشيات الموالية لإيران والتي تهيمن على الحكومة في بغداد تعمل على تهميش دور الأكراد إلى جانب المكونات الأخرى في العراق مثل العرب السنة والمسيحيين كما أن الأكراد يشتكون من أن الأمريكيين لا يقدمون أي دعم عندما تطلق الميليشيات الولائية الصواريخ والمسيرات باتجاه محافظات كردستان العراق التي يتسرب اليأس إلى أهلها بسبب تضاعف المشكلات التي لا يرون لها حلا في الأفق القريب